إذن مشاهدين لمناقشة يقول هذا الموضوع الذي كان لزميل تفيق زعروري أسعده باستضافة السيد مناصري رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية لكن بعد الجنجل سيد مناصري أهلا بك وشكرا على قبول الدعوة شكرا لكم إذن سيدي في البداية كما شاهدنا في هذا التقرير أستاذ مناصري كيف تتوقعون تطور سوق العقاري في الجزائر على ضوء كل هذه الموضعيات إن شاء الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم نقوله هذه بشارة خير في 5 جولي كانت فيها 4 مليون ساكن تتوقعون كما أقوله هيا هو شي القطعة الكبيرة قسمة الأسد تتاع عدل اللي هي تريبون دي بوكو بلوس الطالبات متع المجتمع تعنا اللي أرانا فيه يعني أغلبية المواطنين وكل النقود في الكادنس هادي أنا نظن يعني يكون مستقبل إن شاء الله يعني يكون لباس به صح الصح في ميدان العقار وإن يعني نقدر نقوله الأزمة ماشي نحيوها خلاص ولكن نقصوها يعني بنقص كبير ماشي يعني نقصوا نقدر نقوله ملحودي واللي باين يعني نتغلبوا على هاد القاضية لأن العقار في الجزائر ما يخلص سيتا رول مون كنتينو ماشي درقال حنا هادي قاضية نخلصوها نحطوها لهيه احنا راهي سيتوت سير كوي لي ما يخلص صنفا تسكن هادا الاخر بعد الناس دي ما طالبين واش هو المجهود هادا اللي راههم يعني الدولة راهي تمشي بيه نعم يعني رغم كل هذه الجهود المبذولة أقول إلا أن الجزائر تفتقر اليوم إلى سوق إيجار حقيقي ما السبب لذي بطبيعة الحال خطر ما ما يخفاش عليكم باللي احنا العائلة كنا زول عائلة الجزائرية راي حوالي متكولها بربعة خمس أفرار بين الأب والأم لما يوصل يوصل لخمسة وعشرين سنة اربعة وعشرين سنة يولي طالب سكن دي شا هو هو لازمو يخرج خطر ما احنا المعيار نتاعنا فى العقار هو نمشيو على الأفتروا المعيار يعني اللي نمشيو به حنا ننديرو به الأفتروا الأفتروا بعد دالاري غيرا نفكات من جينامو سي الأفتروا الأفتروا ديجا ديجا يعدو جوش دكورادو ديجا ندكزو السكن المطالبين ديجا دونك لكا دونس انتاع البنيان لازم هات تغلب نوليو فالوفر الادومون تعلبو العرض لازم تغلب هادي يعني يضلي شوية صعبة باش نقدرو نكونو في ولكن حاجة اللي مليحة هاد الشي هاده راح يقتر على الأسعار ما منقولوش فالوقت يعني فاليم ميديا اكاد ركو يقتر ما نشوفو إذا يعني برب إن شاء الله احنا نتمنىو على كل مواطن مواطنين تاني احنا نتمنىو راويبان حوالي الرزولتات دونزينا بابريت 8 شهر يكون تراجع ملحوظ يعني يبان قد هالنسبة ما نقدرش شفت يعني في الريبرتاج اللي كانو كانت تثبت تترى وحنا بين بين 10 و 15 نعم احنا مدى بينا نتراجع مهما باش يلعب المواطن يكون على بالو الاسعار راه هي مرتفعة ومشي مرتفعة بارابول وش كانت من قبل احي حبطت ديجا من قبل الكوفيد والكوفيد وارواح حبطت شوية ممازات ماشي مفي بوتنا ولا المواطن ميسي مفي بوتنا ولا الجميع ميسي لما تسمعين تلك الكرة بربع ملايين ونصو خمس ملايين وست ملايين الكرة ومنسوج بالليسمي كتاعنا راه يدور في جملايين متوسط الدخل لا يستطيع ميلحقش عدل اي بلوزومو القولة كيما نقول احنا لصيغة لازمة للمواطنين لند خمس ملايين العيجار كي نديرو عشرة في المياه عشرة في المياه خمسمائة الف سباها بطل ربعة ونص صح راه قل من خمس ملايين ما يعني حقيق ولكن مازال غالي هذا هو الفرق يعني انا منشيش الارقام انا نشي يعني الاحصائيات البرسونتاج واللهجة النسبة المئاوية انا نشينا بالرقم الحقيقي اللي الانسان يخلصوه منجيبوه خرجوه راهوا باميزابار بالبلدان شوية المدن لي شوية كبار لمازال فيهم الأسعار هذه ولكن بعض المدن والأسعار عودت تراجع لتماقاتش يعني الأسعار الخيالية اللي كنا نتعاملوا بها من قبل نعم سيد مياصري لو نتكلم في نطق القانون الجميع يلاحظ أن تعاملات نقل العقار بالجزائر تتم بصورة منافية للقانون نذكر على سبيل المثال عدم تصريح بالقيمة الحقيقية المعاملة تهربا من دفع ضرائب شو هنا أنا شو هنا ديجان مبدأ أي هنا هذا يسمي سرقة يعني المواطن يخاف من ربي يخاف من لعبد هذا لما ما يسرعش باللعيب كي نقول وحنا البروبلام كي سوبوز هنا حنا مما في كافيدرالية حنا قده نطلبه ونمره ونعاوده من أصري يعني ما هي الأخطار الذي قد تنجم من ذلك يعني جاي كان يوصل لك الأخطار الخطر الأول لما تكون ينفوز ديكلاراسيون يعني ما يصال الحوش بالتامن الحقيقي الدولة عندها حق الشفعة يعني وزارة المالية عندها دوستكونابل حق الشفعة مثلا ندرك ندرك باش من فاسيتيتي والشي قال احنا شرينا دار بزوج ملاير ورحنا ديكلاراسينا مليار الدولة عندها وزارة المالية عندها الحق تجي تعطيك مليار وتدي السكن هذا الخطر يسمى السيدة يسل لك زوج ملاير يردو مليار ويدي هذا الخطر الأول الخطر الثاني يكون يصرى نزاع بين الأطراف نزاع ما يقول لي يمشيو على هذي يعني احنا نطلبوه من الشري يديكلارا كسواء هو ولا البايع يديكلارا والحقيقي علىه كون يصرى نزاع يقول لي يمشيو وسذكروا عند الموتق يقول يروحوا لعادلة يمشيو بالموتق مجيوش يقولوا أنا كتبت مليار وعطيته جميلة هذا وراحوا سورده الخزينة العمومية نعم أستاذ مثل هذه التعاملات تضرب الخزينة العمومية الجزائرية ماذا تقترحون كحلول بصفتكم رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالة العقارية هي الأمر هذا أخضرناه ندرك سنوات ونحن نطعم ته هو المرور على الوكالة العقارية في كل معاملة العقارية نديروها ولو بسك بزاف دقانا كيسمعوني هكا يقول لك حرية الإنسان نستبعوا شي كفي يجيك الوكالة العقارية حنا ما نقولوش نستبعوا شي وجي الوكالة تخلصها لا الوكالة العقارية يضمن السعر نتع السكن هذك باللي هذك هو السعر الحقيقي بسك هو اللي يدري بالإسعار حقيقية تعالى الميدان هنا احنا رأي الخزينة راح يعني ستين سينيين قد نقولو رئيسه ستين ولا حتى حوالي خمسين ستين سبعين في المياه لما يجد يعني نقص للخزينة العمومية نعم أما إذا يعود عن الوكيل العقاري تفوت للعمالية الوكيل العقاري يعرف السكن يشحال يسوى بحوالي عشر عشرين في المياه يعني ما يكونش في المياه في المياه ولكن التصريح يكون حوالي عشر عشرين في المياه قريب للحقيقة هنا يولي المدخول على 6% اللي تروح للخزينة بين الشاري والبيع مثال هذيك 6% حوالي 40% ولا 50% لما ديك العقاري هذي كل ترجع لا يسمو حنا وش نقولو باش نقولو قضية تفوت على الوكيل العقاري الوكيل العقاري يطيف وثقة بللي الناس هذو كي يباعوا ديك العراو السعر الحقيقي بس كهو يدري الحقيقة تعال السعر ويمدالم تروح تروح هذيك اللي في الملف اللي عند الموتق كي يروح دونك اللي هنا كل واحد راهو محميل بايع محميل دولة محميل خزينها منها الوكيل العقاري يخدم بس كما نسوش بللي الوكيل العقاري تاني راهو جزائري عنده الحق خطر مهدرك الوكيل العقاري ما راهوش يخدم مع السماصيرات ولي بيرو ضافير ومننا هو البرون بوفر دونك هنا تولي الميكانيزمات والدولة اللي فيها اللي فيها اللي فيها الدولة تعود عندها السعر الحقيقي تعال قارن تعال لأننا نحن راهو الاسعار 20 مليون 25 مليون بالسنتيم من هذا المتر المربع وكي نروح للديكراسير نلقى في مليون ومئتين جزو جمليين ربا سيد مناصر دائما في نطاق القانون رغم أن تعاملات إيجار السكنات تخضع لقانون وتتم أمام الموثق وذلك على سبيل المثال رفض المستأجر مغادرة السكن بعد نهاية موجة الإيجار أين الخلل في نظريكم هي سهلة خلاص يعني بكل صراحة كينا ناس ما يحويش يشتهد في القانون القانون واضح لما أجلك خلص عقد الإيجار لما نتكلم يعني قانون قانونين قانونين هذا قانونين خلص تلمد ما حبش يخرج نهز هذا كالعقد نتاعي نروح للموتق الموتق وش يردو يردو نسخة تنفيذية يولي ينقرص نسخة تنفيذية نروح للمحض القضائي نوفر هلو يروح يعطيه المهل تعست إيام 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 القوة العمومية للمواطن لما تدير العقد الإيجار تديرو عند الموتق لأنك ما تديريش عند الموتق تدير كما نقولو شاريع تلتها المتعاقدين كاينو حايد يقول كنرو عند سوسان بريفي باش يتهربو وما يخلصو شاديك الغرام هديك حاجر قيقا هنا يدخل معاه إذا دخل معاه في نزاع ويدخلو في المدني رو يقعد له مانيش عار في 6 شهر عام فالدار الباطل الولى يريبلو الدار وبعد باش يخرج يعني طول لمدة هنا ثاني كاينة نقطة اللي يقدروا نديروها نقدرو في العدالة يديرو فرع للعقار استعجالي وين كي تعود قاضي في نزاع تعال العقار يعني لاش تقبل لمدة تعال الإجار ستتصدر بإشكال يعني البايع والمؤجر والمستعجر ما تفهم ويخرجون لأسباب ما يتكون قانونين يروحوا لهذا الصنف إلى القضاء يفصل وشيكين يفصل في 10-15 يوم ما نمشوف المدة نعم يعني ماذا تقترحون كإجراءة تسوية الخلافات بين المؤجرين والمستأجرين عمليا عمليا ما عنده يروح للموتق بعقد الإيجار عندما ينتهي يصبح نسخة تنفيذية قوة القانون هذه أي موتق يعرفها أي يعني إنسان ما عندما يشقد نجهها للقانون يروح يعطيه النسخة تنفيذية يروح هو المحدد القضائي خلاص يتنفذ عليه إذا ما خرجت شط هو العمومية لو نتكلم في الأسعار كما نلاحظ خللا في الأسعار سواء من حيث الإيجار أو من حيث الملكية يعني تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى ما العوامل التي تتحكم في ذلك يا مشي حندنا برك في الجزائر في العالم بإيسرية هي كين منطقة منطقة وكن نهزو الجزائر العاصمة يعني الناحية الغربية للجزائر العاصمة تسوى أغلى من ناحية الشرقية يعني بس كيدخلوا بزي بلوزير باراماتر كين يستوندين كتاع السكان كين البنيان كين كيم نقول وحنا على حساب السعر اللي بنوا به العاصمة قدما الأسعار تحبت شوية خطا ما هي رجع الترانسبور يتنخفض وكين روحوا لكوتي الغربي كوتي وزدال جاي كين شوفوا البنيان دي جاي يختلف يعني كين شوفوا فيزيك مواكا دي جال فيزيونومي تختلف تشوفوا فيلا مننا مشي كما الفيلا اللي مننا دونك هي دون ومون دون تي مشي يعني خاصة ومان في في الجزائر مهم في الجزائر كي كل في المدن بكل كين روحوا المدن روحوا الوهران روحوا قسمتانا روحوا العنابة روحوا الباسنا من هذي تلقاي منطقة تختلف على منطقة على لأنها فيها ضروف كي ما نقولو أحسن ضروف المعيشة أحسن مثلا في ستاسيون مون في الركبة في الاسباس كي ما من جيها ما نقولوش المدارس لذلك بسك وجدو درك عدو كينين بارتو ولكن يالو بروفيل على المهم اللي تسكن تختلف هنا تلقاي مثلا تاجر كبير هنا مثلا مواطن يبنقولو احنا موظف ما عندمش نفس الدخل تختلف يعني ربي خلقوا فرقوا وهذه السنان تعلق دنيا سيد نوردين نامي ناصري مع حلول فصل الصيف يتسرع ملك العقارات الى تأجيرها للسواح احيانا باسعار خيالية هل هناك قانون يضبط ذلك هي احنا نعيط لهم لكورد جوري لكورد جوري يعني المدار قصيرة هذه راه دي جام كاش من نحية قانونية من في ناحية القانونية في المرسوم 019 019 ما هدروش عليه دونك راه فوضاء عريمة وكي تجي الصيف كي تلحق الصيف كي نروح للشواطئ حينا نعطيك معروفة بسياحة تحاول وهي وجيجل نروحه كي نمية وخمسة وسبعين وكيل عقاري في الصيف الصباح الربعمية وكيل عقاري يرقد ينطغير في الصيف يخدم وخلينا من الصمصير أو البرو ضاف وكلي ما عندنا مش حق هنا يجي والناس يجي السياح السواح ولا الأجانب ولا الزمال اللي زي ميقري يعني أجانب خاصة دي قولها هذاك مو للدار هذاك هو بولو اللي زي يشوف هاسوار والأخر يجي بس معا نبدلوا باللوتون تشونج نحن بالدينار ومنا يبدل العملاء الصعبة والدينار واللي يتبنوا منخفضها يروح يفيزي حاجة كبيرة ماشي كما المواطن اللي هنا ذونك هذك اللي تعد عنده دار هاي يقول كنا نوفرها بسعر غالي يعني الطلبة فيها ربي حلال والأخر كما نقول المواطن كل واحد وقيس لابورس وكل واحد ومقدور ولكن هنا ما كانش اسعار معين وما كانش هدود وما كانش غرام ما كان حتى حاجة مع عقود عقود الإيجار ما كانش على بلق بالليرة هي كي يجي درك ينعط لك دار متال نن ودرك دخل ونزين يعني ماشي نذكر ونسيت الإيجار في الطرف العالم ما تقدرون هذا المحروف على كل العال هدك عادوا يخدموا بها لكن حنا ما عندناش حق ندخله فيها قانونيين ويجي أجر دار ينعط دار ولما يلحق يشوف دار أخرى هذا من المواطن بعد سولي حكايا ها ما عندوش وتمر ميدا ما يجي مشي بعد صوار يشوف من يقدر يشوف حنا هنا من هذا المنبر نقوله مقبل ما تأجر التصروب وكيل العقاري الوكيل العقاري وشي يقول لي هو عينيك يروح يشوف الدار لكن هذه هي حقيقية اللي يبعت لك في الوحد تا هو اللي يبعت لك تصور ساحا لكن حقيقية هذه هي الدار هذه من جهة ونقطة ثانية الخطر الكبير نقول لهم ونطلبهم من السلطات بس كما في المرسوم نحن باش نبرموا العقود نبرموا العقد لأن يجب لكل شي يجب أن يجب في إطار قانوني في إطار قانوني من ناحية القانونية من ناحية القانونية من ناحية القانونية لما تجري إنسان عشر أيام ولا خمس تش يوم لك حتى عقد بين ناحية نخرج على القانون بعد يجي يقول لنا المراوز وزولت بعد يجي دخل مولد يقام في عشرين خنس يبو من ناحية صعبة لنعرف للمنيدان هذا يدير لنجم للقانون ما كان حاجة ما باركون ترك يعود كين عقدي من بيناتهم هنا توضح الأمور نحن على نطلب وقلنا ثاني هنا الواكيل العقاري يبرم العقل ربع نسخ واحدة له واحدة للمستأجر واحدة المؤجر واحدة للسلطات للأمن لأن لان كنت واحد يبيع مخديرات ولا يبيع هذه عند الدراح ميكره لك وحن ما يعرف يقدر لك شهرين ثلاثة ويكره لك من دار الدار وحن ما لبال وبيه وره وحن كورجورياد نعم